السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلب الطلابات الصف الثالث السنة والتجاري النهاردة إن شاء الله مع بعض نكمل مادة سوق أراء مالية لشعب التسويق كنا خدنا الحلقة الفاتت مع بعض خدنا تكلمنا عن المؤسسات المالية ولو نفتكر مع بعض قلني عن إيه المؤسسات المالية قلني هي مؤسسات مثل البنوك التجارية وشركات الاسمار والتأمين والإدخار تقوم بتحول الأموال من مقدم الأموال لمستخدم الأموال وفهمنا إيه المؤسسات المالية واتكلمنا في نقطة تانية قلنا إيه هي الخدمات اللي بقدمها النظام المالي لما تكلمنا قلنا خدمات النظام المالي قلنا أربع خدمات الاقتمان والدفع وتوفير النقود والإدخار بعد كده خدنا المؤسسات المالية الوسيطة وقلنا عندنا فيه أربع مؤسسات مالية وسيطة وأول مؤسسة مالية وسيطة لو تفتكر قلنا المؤسسات الإدعية المؤسسات الاسمارية المؤسسات التعاقدية مؤسسات سوق الأراء المالية يبقى دي الأربع مؤسسات المالية اللي احنا اخدناها اتكلمنا على المؤسسات الإدعية وتكلمنا على المؤسسات الاسمارية وتكلمنا على المؤسسات التعقدية النهارة ان شاء الله مع بعض هنكمل المؤسسات اللي هي سوق الأراء المالية لو نفتكر كده احنا قلنا المؤسسات الإدعية من اسمها إدعية بتقبل ودايع بتقبلها من الأفراد والمؤسسات وقلنا تشمل المؤسسات الإدعية تشمل البنوك التجارية وقلنا دي أهم حاجة فيها وتكلمنا على البنوك التجارية وقلنا وظائف البنوك التجارية اللي هو بيقوم بقبول الودائع وفتح الحسابات وظيفة البنك التجارية بيقوم بخلق النقود اللي هي الودائع وظيفة البنك التجارية بيقوم بعملية خصم الأوراق التجارية بيقوم بعملية بيع وشيرة الأوراق المالية قلنا بعد كده فيه خدمات بيقدمها البنك التجاري زي خدمات أمناء الاستثمار وخدمات النفع العام اتكلمنا على المؤسسات التعاقدية اللي قلنا منها شركات التأمين واخدنا مفهوم التأمين اللي هو مبلغ بالدفع في حيالة وقوع حادث كتعويض للمؤمن وفهمنا اركان التأمين وفهمنا ايه هي انواع التأمين التأمينات العامة والتأمينات على الحياة النهاردة ان شاء الله مع بعض نكمل المؤسسة الرابعة وهي مؤسسات سوء الاوراء المالية دي المؤسسة الرابعة من ضمن المؤسسات المالية الوسيطة لو بصينا كده على المؤسسة الرابعة اللي هي مؤسسات سوق الأراء المالية تشمل ايه المؤسسة دي لو بصينا كده جماعة نلاقي مؤسسات سوق الأراء المالية مؤسسات سوق الأراء المالية تشمل سمصرة الأراء المالية والتجار تشمل بنوك الاستثمار والبورصات المنظمة يبقى مؤسسات سوق الأراء المالية تشمل السمصرة بتاعة الأراء المالية والتجار وبنوك الاستثمار وقلنا البورصات دي تلعب دور هام في تضفق الموارد من المداخرين الى المستسمعين يبقى دي مؤسسات سوق الاراء المالية اللي هي بتشمل السمصرة والتجار وبنوك الاستثمار عايزين نفهم يعني ايه اول حاجة سمص الاراء المالية هم مين والتجار مين وبنوك الاستثمار ايه لو بصنا كده مع بعض عن ناقي نبدأ ببنوك الاستثمار ونقول حاجة مهمة اوي 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 احنا قبل كده خدنا حاجة اسمها البنوك التجارية كانت من ضمن المؤسسات الادعية النهاردة من ضمن مؤسسات سوق الاراء المالية بنوك الاستثمار لو حبينا نعمل مقارنة بين اتنين على نفسنا كده لو نفتكر ان البنوك التجارية قلنا عليها هي بنوك لا تقبل الودائع البنوك التجارية تقبل الودائع ما هي بتقوم بعملية قبول الودائع اما بنوك الاستثمار لا تقبل الودائع وجملة مهمة اوي بتيجي صحة وغلط على طول يقول البنوك الاستثمار تقبل الودائع قالوا لا البنوك الاستثمار لا تقبل الودائع إنما وظيفتها ايه قلنا بلوكل استثمار لا تقبل الودائع ولكن تقدم النصيحة للشركة بشأن إصدار الأسهم والشركات يبقى بنوكل استثمار دي بتقوم بعملية لا تقبل الودائع إنما تقدم النصيحة بتقدم النصيحة المين للشركات بشأن إصدار الأسهم والسندات في جزء برضو خدناه مهمة قوي في الجزء حلقة اللي فاتت وهي وظيفة البنوكل التجارية النهار دي عناخد وظيفة بنوكل استثمار والاتنين مهمين جدا 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 في المنهج عندنا لإما يقول لي وظيفة بنك التجاري أو يقول لي وظيفة بنك الاستثمار لو قلنا كده وظيفة البنك التجاري ايه قلنا وظيفة البنك التجاري من أول حاجة لسه إلينها هي قبول الودائع فتح الحسابات عملية خصم الأوراق التجارية منح القروض بيع وشراء أوراق مالية تمويل التجارة الخارجية خدمات أخرى أما بنوكل الاستثمار فليها وظائف لو بصينا كم من نخبطش ما بين وظيفة بنك الاستثمار ووظيفة البنك التجاري طب وظيفة بنك الاستثمار ايه؟ لو بصينا كده مع بعض على وظيفة بنك الاستثمار عاللاقي أربع نقط عندي في وظيفة بنك الاستثمار أول وظيفة التعامل في الأراء المالية يبقى البنك ده بيتعامل في الأراء المالية البنك ده بيقوم بوظيفة بيوت السمسرة البنك ده بيقوم بوظيفة وكيل المكتتبين البنك بيقوم بوظيفة صانع السوق يبقى كده بنك اللي استثمار ليه اربع وظائف اللي هو اول حاجة مش قبول ودايع بقى لقد ده بيتعامل في الاراء المالية البنك ده بيقوم بعملية وكيل المكتتبين بمعنى انا بعض الشركات بتطرح اسهمها للكتاب العام في بورس الاراء المالية فالبنك ده بيكون وكيل عن المكتتبين في الشركات دي البنك بيقوم بوظيفة صانع السوق في وقت الازمات او في الاوقات بتاعت ارتفاع او انخفاض السوق بيعمل عملية توازن في السوق يبقى البنك ده بيخش بيعمل عملية توازن في السوق فبيقر اسمه ايه القيام بوظيفة صانع السوق يبقى ده وظيفة بنك الاستثمار يبقى احنا هنا مع بعض اخذنا بنك الاستثمار ووظيفة بنك الاستثمار قلنا بنك الاستثمار هو بنك لا يقبل ودايع ولكن يقدم النصيحة للشركة بشأن اصدار الاسهم او السندات البنك ليه وظيف اللي هي وظيفة بنك الاستثمار وديه من الوظيف المهمة التعامل في الاراء المالية القيام بوظيفة بيوت السمسرة القيام بوظيفة وكيل المكتتبين القيام بوظيفة صانع السوق للمحافظة على التوازن المنشور للسوق كده خدنا اول جزء من اجزاء مؤسسات سوق الاراء المالية اللي هي الرابعة مؤسسة في المؤسسات المالية الوسيطة خدنا فيها بنك الاستمار طب ما احنا قلنا بتشمل حاجة تانية مؤسسات سوق الاراء المالية تشمل السمسار وتوجير الاراء المالية مين هو السمسار ببساطة كده يا جماعة لو قلنا مع بعض السمسار هو ايه اكيد كلها بنسمع كلمة سمسار في حياتنا بس في اراءاء المالية بيختلف هو اصبح بيكون وسيط في سوق الاراء المالية ما بين شخصين ما بين البيع وبين المشتري النظير عمولة يبقى انا كده السمسار ده وظيفته في سوق الاراء المالية اللي هو بيكون وسيط في سوق الاراء المالية ما بين شخصين البيع والمشتري بيتم بيقوم بعملية اتمام طلبات البيع وطلبات المشتري النظير عمولة بياخدها من الطرفين يبقى ده اسمه السمسار في سوق الأرائق المالية لو بصنا عليها نلاقي السمسار السمسار هو وسيط في سوق الأرائق المالية ويعمل كوكيل للمستثمرين الماليين ووظيفة السمسار تقتصر على مقابلة الرابات البائعين ورابات المشاريين نظير عمولة يبقى بحقق رابات البائعين ورابات المشاريين نظير عمولة يحصل عليها السمسار طب هل السمسار هو التاجر؟ يقولنا لا فيه اختلاف اما التاجر ده يحتفظ بمخزون من الاراق المالية لتحقيق ربح يبقى انا هنا فيه حاجة عندي مهمة اوى فرق بينها في سوق الاراق المالية فيه اختلاف عندي ما بين السمسار وما بين التاجر ان السمسار ده بيكون وسيط نظير عمولة بيحقق ارابات البيع وصدر ارابات المشتري وياخد عمولته اما التاجر بيعمل حاجة اسمها محفظة اراء مالية بيشتري مجموعة من الاسهم بيكون محفظة اراء مالية عنده في خلال فترة معينة بيبيع الاسهم دي بيحقق منها ربح يبقى ده التاجر لو بيحقق الربح من خلال اللي هو بيخزن الاراق المالية دي يعني بيحتفظ بها في محفظته الخاصة بي يبقى ده بيسميه التاجر يبقى التاجر قلنا يحتفظ بمخزون من الاراق المالية لتحقيق الربح وهذه الانشطة التقليدية لتجار الاراق المالية اخذت شكل انشطة مستحدثة يبقى احنا عندنا هيجي يقول لي ايه هي الانشطة المستحدثة اللي اخذتها تجار الاراق المالية نبص مع بعض كده هللاقي الانشطة المستحدثة اللي تأخذ شكل شركات متخصصة في مجالات ترتبط باصدار وتداول الاراق المالية مثل ايه شركات ترويج وضمان الاكتتاف في الاراق المالية شركات رأس المال المخاطر يبقى انا عندي كده من الانشطة المستحدثة اللي بتأخذ شكل شركات متخصصة قلنا فيه عند بعض الحاجات اللي من ضمنها شركات ترويج الأوراق المالية وشركات رأس المال المخاطر والشركات العاملة في سوق الأوراق المالية أو في تأسيس الشركات فيه عند شركات بتعمل في تأسيس الشركات أنا كشخص عايز أسس شركة معينة في شركات مختصة في تأسيس الشركات يبقى احنا كده كلمنا مع بعض على جزئين مهمين قوي في مؤسسات سوق الأوراق المالية وهي المؤسسة الرابعة اللي من ضمن مؤسسات سوق المؤسسات المالية الوسيطة اللي قلنا عليها مؤسسات إدعية استثمارية تعاقدية كانت المؤسسة الرابعة مؤسسة سوق الأراء المالية قلنا تشمل بنوك الاستثمار وفهمنا ايه هي بنوك الاستثمار وهي وظيفة بنك الاستثمار قلنا تشمل السمصرة سمصة الأراء المالية والتجار وقلنا يعني ايه هو السمصار وفي اختلاف ما بين السمصار وما بين التاجر السمصار يعمل مقابل عمولة أما التاجر يحتفظ بمخزون من الأراء المالية لتحقيق الربح يبقى الاختلاف فيه أنه بحقق عمولة وده بحقق ربح وفهمنا إيه هي الشركات اللي موجودة عندنا ثالث حاجة من ضمن المؤسسات المالية الوسيطة اللي هي مؤسسة سوق الأراء المالية البورصات المنظمة البورصات دي قلنا في خدمات تقدمها المؤسسات المالية في خدمات تقدمها المؤسسات المالية وده بحقق قلنا المؤسسات المالية وخدنا الحلقة اللي فات إيه هي المؤسسات المالية فقلنا الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية تنقسم إلى نوعين خدمات تقدم لمقدم الأموال في خدمات تقدم لمقدم الأموال وخدمات تقدم للنظام المالي ككل يبقى ميجي يقول لي ما هي الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية أقول له خدمتين خدمات تقدم لمقدم الأموال وخدمات تقدم للنظام المالي ككل ومن لغبطش نفسنا ما بين سؤالين هنا جات في دماغنا دلوقتي لو قال لي سؤال ما هي الخدمات التي يقدمها النظام المالي يبقى فيه سؤال خدنا الحلقة الفاتت الخدمات التي يقدمها النظام المالي وهنا الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية النظام المالي قلنا الاقتمان والدفع والنقود وتوفير النقود أما الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية قلنا خدمتين خدمات تقدم لمقدم الأموال وخدمات تقدم للنظام المالي ككل طب عايزين نفهم مع بعض كده ايه الخدمات التي تقدم لمقدم الأموال وايه الخدمات التي تقدم لمقدم الأموال ككل نبص مع بعض كده اولا الخدمات التي تقدم لمقدم الأموال الخدمات التي تقدم لمقدم الأموال قلنا التمثل في تخفيض التكاليف يبقى أول خدمة تخفيض التكاليف مثل إيه؟ مثل تكاليف المعلومات والمعاملات بالإضافة إلى خدمات تانية اللي هي خدمات الوساطة الزمنية ووساطة حجم الاستثمارات يبقى الخدمات التي تقدم لمقدم الأموال الخدمات التي تقدم لمقدم الأموال قلنا التمثل فيه تخفيض التكاليف مثل تكاليف المعلومات وتكاليف المعاملات بالإضافة إلى خدمات الوساطة الزمنية ووساطة حجم الاستثمارات طب ما هي الخدمات التي تقدم للنظام المالك كل؟ لو بصينا كده مع بعض قبل ما ناخذ الخدمات التي تقدم للنظام المالك كل نشوف إيه عن إيه كلمة الوساطة الزمنية عشان ديمكن تجي لمسطلة علمية قلنا الوساطة الزمنية للمؤسسات المالية هي القدرة على إدارة مخاطر اختلاف إجمال الأصول والخصوم يبقى الوساطة الزمنية للمؤسسات المالية هي ايه؟ هي عندها القدرة ان هي تعمل عملية ادارة مخاطر اختلاف اجمال الاصول مع الخصوم لو في اختلاف في اجمال الاصول واجمال الخصوم الوساطة الزمنية عندها القدرة على ادارة المخاطر دي يبقى هي لها القدرة على ادارة مخاطر اختلاف اجمال الاصول والخصوم طب ثانيا من الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية على مستوى النظام المالكة كل قلنا الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية على مستوى النظام المالكة كل أربع خدمات أول خدمة بتأثر في السياسة النقدية اتنين تخصيص الاقتمان تلاتة تحويل الصراوات أربع خدمات الدفع يبقى الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية على مستوى النظام المالكة كل التأثير في السياسة النقدية تخصيص الاقتمان تحويل السرات وخدمات الدفع ده كده خلصنا من المؤسسة الرابعة اللي هي مؤسسة سوء الأراء المالية يبقى احنا كده خدنا أنواع المؤسسات المالية الوسيطة اللي هم الأربع مؤسسات المؤسسة الإدعية المؤسسة الاسمارية المؤسسة التعاقدية مؤسسة سوء الأراء المالية وانتهينا بالتفصيل من كل مؤسسة منهم بتشمل ايه واخدناها بالتفصيل الادعية تشمل البنوكو الترورية قولنا وظائفها ودي من الحاجات المهمة بعد كده في جزء عندنا من الاجزاء المهمة قوي اللي هي المخاطر التي تعرض لها المؤسسات المالية نشوف ايه المخاطر عليها عندنا عشر مخاطر من المخاطر تعرض لها المؤسسات المالية لو بصنا كده المخاطر التي تعرض لها المؤسسات المالية قلنا كم مخاطر عشرة اول مخاطر من ضمن اللي بتعرض لها المؤسسات المالية مخاطر سعر الفائدة اول كلمة دي سعر الفائدة مخاطر سعر الفائدة اتنين مخاطر سعر الصرف تلاتة مخاطر السوق اربعة مخاطر الاقتمان يبقى انا عندي اربعة مخاطرهم سعر الفائدة وسعر الصرف يبقى في سعرين سعر الفائدة وسعر الصرف السوق والاقتمان السيولة والإفلاس يبقى المخاطر تاني قلنا مع بعض سعر الفايدة وسعر الصرف مخاطر السوق والاقتمان السيولة والإفلاس ما نيجي نحفظها نجيبهم كده مع بعض ببساطة قوي المخاطر ايه تاني سعر الفايدة وسعر الصرف يبقى كده اول مخاطر السوق والاقتمان السيولة والإفلاس بعد كده مخاطر العمليات المخاطر التكنولوجي مخاطر خارج الميزانية والمخاطر الأجنبية يبقى دي المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية كم مخاطر عندي؟ عشرة هل بحفظ عشرة كلهم؟ آه نحفظ العشرة كلهم ونشوف كل واحدة نفهم مع بعض الوقت بعد شوية كل واحدة معناها إيه؟ أو المهم فيهم إيه؟ فقلنا المخاطر مع بعض إيه؟ أول حاجة مخاطر سعر الفايدة ومخاطر سعر الصرف يبقى كده اتنين سعر الفايدة وسعر الصرف السوق والاقتمان سيولة يبقى صدها إفلاس عمليات والمخاطر التكنولوجية خارج الميزانية والمخاطر الأجنبية دي المخاطر التي تعرض لها المؤسسات المالية من الأسئلة المهمة عندي في الملهج وجزء مهم قوي بعد كده نشوف بقى سؤال من الأسئلة برضو اللي عندنا ما هي أسباب نمو للإستثمارات الأجنبية في أسواق المال؟ إيه السبب اللي بيخلي فيه نمو للإستثمارات الأجنبية عندنا؟ أو في أي بلد؟ نبص مع بعض كده إيه أسباب نمو للإستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية؟ من أسباب نمو للإستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية؟ يعني أجانب بيستثمعوا سوى مؤسسات أو أفراد أو شركات بيستثمعوا أموالهم في الأسواق المالية؟ السبب اللي بيخليه الموضوع ده بينمو استثماراتهم؟ أول حاجة زيادة المدخرات في الدول الأجنبية أني طبعا اللي بيجي لإستثمار سوى مؤسسة أجنبية جاي لإستثمار عندها مدخرات تقدر تضخ أموال في سوق المال الاستفادة من الفرص الإستثمارية ما أكيد معها أموال ضخمة فبالتالي لما بيجي يستثمع بيدخ أموال ففي أي فرصة استثمارية في السوق السوق هبط بيبدأ هو يخش برأس المال بيبدأ يعمل استثمار عالي ويحقق ربح اتاحت المعلومات عن الأسواق والاستثمارات بتكون عندهم معلومات عن بعض الأسواق اتاحت بعض المؤسسات الفرصة للمستثمارين للاستثمار في الأرواية الأجنبية بتكاليف منخفضة نسبيا خمسة تخفيف القيود والقواعد في الكثير من الدول الأجنبية يبقى دي من أسباب نمو الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية اللي بيكون عند فيه زيادة في المدخرات في استفادة من الاستثمارات الفرص الإستثمارية فيه بتبقى اتاحت معلومات وإداحة بعض المؤسسات الفرص للإستثمار في تخفيف القيود والقواعد في الكثير من الدول الأجنبية بكده يبقى احنا الفصل الاول كله انتهينا منه يبقى احنا عملنا ايه انتهينا من اول فصل في الحلقة اللي فاتت وكملنا النهاردة مع بعض دلوقتي قبل ما نخش على الفصل التاني انتهينا من الفصل الاول كله وخلصناه الفصل الاول كلمنا على ايه الفصل الاول كان بيكلمنا على المؤسسات المالية الوسيطة اه هنعمل معاجعة كده سريعة في ديئتين ثلاثة ونحل مع بعض اسئلة على الفصل الاول قبل ما ننتقل للفصل التاني لو بصينا كده مع بعض وقلنا الفصل أول خدنا في إيه أول حاجة في الفصل الأول لو تفتكروا خدنا حاجة اسمها المؤسسات المالية خدنا حاجة اسمها المؤسسات المالية وقلنا المؤسسات المالية ما يقول لي ما هي المؤسسات المالية قلت مؤسسات مالية زي البنوك التجارية وبنوك الاستثمار والإدخار وشركات التأمين المؤسسات دي كلها بتعمل إيه بتعمل بدور هام في تحويل الأموال من مقدم الأموال لمستخدم الأموال والله ده عنده أموال وده مسأعيزها فبدي ده لده باب أنا هنا أصبحت كوسيط بعد كده خدنا الخدمات التي يقدمها النظام المالي لو شفتكوا كده مع بعض الخدمات التي يقدمها النظام المالي قلنا الاقتمال والدفع والإدخار وتوفير النقود بعد كده خدنا برضو من الجزء من الأجزاء المهمة أوي أنواع المؤسسات المالية الوسيطة وقلنا أنواع المؤسسات المالية الوسيطة أربع مؤسسات مؤسسات إدعية استثمارية تعاقدية مؤسسات سوء الأرائي المالية وفهمنا كل واحدة بالتفصيل يعني إيه دعاية تقبل ودايع يعني إيه استثمارية يعني إيه تعقدية اللي هي خاصة بشركات التأمين يعني إيه مؤسسات سوء الأرائي المالية اللي هي خاصة ببنوك الإستثمار وخدنا بعد كده مخاطر مؤسسات الأرائي المالية إيه المخاطر بتعرض لها المؤسسات المالية لو نفتكر منهم خمس ست مخاطر كده قلنا مخاطر سعر الفايدة وسعر الصرف مخاطر السيولة والاقتمان الإفلاس والعمليات تكنولوجية وخارج الميزانية والمخاطر الأجنبية يبقى دي كانت نوعية أنواع المخاطر وخدنا أسباب نمو للصمار الأجنبي في الأسواق المالية ده انتهينا من الفصل الأول نشوف بعض الأسئلة اللي ممكن نتعرض لها في الفصل الأول ونشوف مع بعض كده الأسئلة ونشوف أول سؤال عندنا السؤال الأول بيقول لي أكمل ما يليه واحد احنا قلنا عنواع المخاطر فيه عندنا عشر مخاطر فلو قال لي مخاطر نقاط هي المخاطر الناتجة عن الحاجة السريعة للنقادية المخاطر الناتجة عن الحاجة السريعة للنقادية دي مخاطر السيولة يبقى أول واحدة مخاطر السيولة طيب اتنين مخاطر نقاط هي التي تؤثر في قيمة الأصول والخصوم قلنا اللي بتأثر في قيمة الاصول والخصوم هي مخاطر السوق يبقى اول واحدة مخاطر السيولة التانية مخاطر السوق تلاتة هي المخاطر الناتجة من فشل من فشل التكنولوجي المستخدم طبعا اكيد الطالب لو جاله السؤال ده اكمل في الامتحان وشاف كلمة تكنولوجيا هيقولك مخاطر التكنولوجيا بنقوله احنا غلط لانها دي اقام تلاتة مخاطر العمليات مخاطر العمليات هي المخاطر الناتجة من فشل التكنولوجي المستخدم طب اربعة هي المخاطر التي تنتج من عدم تحقيق التكنولوجي المستخدم اه عدم تحقيق التكنولوجي يبقى دي المخاطر التكنولوجي اللي هي المخاطر التكنولوجية يبقى انا افرق بقى بقى حاجتين ان في رقم تلاتة فشل تكنولوجي المستخدم وعدم تحقيق الفشل دي مخاطر العمليات اما عدم تحقيق دي المخاطر التكنولوجية رقم خمسة مخاطر نقط التغير في قيمة الأصل المالي مخاطر نقط هي التغير في قيمة الأصل المالي مع التغير في سعر الفيدة مخاطر إيه اللي بيكون فيها تغير في قيمة الأصل المالي مع سعر الفيدة أكيد مخاطر سعر الفيدة طب ستة مخاطر نقط هي التغيرات في قيمة الأصول والخصوم الخارجية التغير في قيمة الأصول والخصوم دي مخاطر سعر الصرف دي مخاطر ساع الصرف سبعة مخاطر نقط هي النتيجة من تعزر الحصول كليا او جزئيا على التدفقات النقدية دي مخاطر الاقتمان سبعة مخاطر الاقتمان يبقى احنا كده المخاطر اللي كنا حفظينها من شوية فيهمنا كل مخاطر او اهمهم كل واحدة ومعناها ايه فممكن يجي يقول لي ايه المقصود بمخاطر السيولة او اللي هو المخاطر النتيجة عن الحاجة السرعال النقدية يبقى احنا فهمنا المخاطر اللي احنا كنا اخذينها من شوية تمانية نقط هو وسيط يعمل مقابل عمولة في بيع وشراء الاراء المالية مين هو الوسيط اللي بيعمل مقابل عمولة التاجة ولا السمسار قلنا لا السمسار يبقى تمانية السمسار اللي هو الوسيط يعمل مقابل عمولة طب نقط لا يقبل الودائع ولكن تقدم النصيحة من اللي يقبل الودائع بنوك تجريه ولا بنوك الاستثمار اقول له لا دي بنوك الاستثمار هي التي لا تقبل ودايع ولكن تقدم النصيحة عشرة شركات ايه تقوم بعدة انشطة تتسم بارتفاع دائرة المخاطرة شركات رأس المال رأس مال المخاطر شركات رأس مال المخاطر يبقى احنا كده اول جزء او اول سؤال عندنا في اسئلة اكمل قلناه مع بعض استعرضنا فيه السؤال لو قال لي انواع المخاطر فيهمنا المخاطر قبل كده فيهمنا كل نوع من المخاطر خدنا فيه الوسيط خدنا فيها بنوك الاستثمار وشركات رأس المال المخاطر نشوف سؤال تاني السؤال التاني بيقول لي اختار ما بين الاقواص واحد هو الحد الاقصى للتعويد واحد هو الحد الاقصى للتعويد الذي يلتزم المؤمن بدفعه ايه هو الحد الاقصى للتعويد اللي يلتزم المؤمن بدفعه هل الشيء المؤمن عليه ولا مبلغ التعويد لا ده مبلغ التعويد هو الحد الاقصى للتعويد اللي بلتزم المؤمن بدفعه والمؤمن اللي قلنا عليه هو شركة التأمين اتنين تتكون معظم اصول تتكون معظم اصول من استثمارات طويلة الاجل ايه اللي معظم اصولها بتكون من استثمارات طويلة الاجل هل الشركات التجارية ولا شركات التأمين أولا لا شركات التأمين إن شركات التأمين معظم أصولها بتكون من استثمارات طويلة الأجل طب ثلاثة خلق الودائع اللي هي النقود خلق النقود هي وظيفة تنفرد بها البنوك التجارية والبنوك المتخصصة لا خلق الودائع بتكون وظيفة تنفرد بها البنوك التجارية لأنه قلنا البنوك التجارية من وظائفها قبول الودائع وخلق الودائع اللي هي خلق النقود طب من وظائف البنوك نقط من وظائف البنوك هي التعامل في الأرائي المالية أنهو بنكي بيتعامل في الأرائي المالية البنوك التجاري أو البنوك الاستثمار قلنا لا بنوك الاستثمار هي البنوك اللي التعامل في الأرائي المالية أما البنوك التجاري بتقوم بعملية خاصم الأرائي التجارية طيب خمسة تقديم وسائل دفع تخدم الاقتصاد ككل مثل الشكات وبطاقات الاقتمان والصرف الآلي مين هي اللي بتقدم وسائل دفع بتخدم الاقتصاد ككل مثل الشيكات وبطاقات الاقتمان والصرف الآلي قلنا خدمات الدفع خدمات الدفع دي خدمات الدفع قلنا تقدم وسائل تخدم الاقتصاد ككل مثل الشيكات وبطاقات الاقتمان والصرف الآلي يبقى كده فينا سؤال اختار ما بين الاقواس سؤال التالت سؤال التالت جايلي مقال بيراجع فيه على بعض اجزاء من الفصل الاول السؤال بيقول لي أول حاجة تكلم عن مهاية المؤسسات المالية أو لما يقول لي مهاية المؤسسات المالية فنقدر أقول له هنا أن المؤسسات المالية تؤدي المؤسسات المالية يبقى المؤسسات المالية مهاية تؤدي المؤسسات المالية مثل البنوك التجارية والإدخار والاستثمار وشركات التأمين تؤدي دور هام في تحويل الأموال من مقدم الأموال إلى مستخدم الأموال طب السؤال ليه جزئية تانية لشان ما نيجي نجاوب ما نجاوبش على مهالة المؤسسات المالية ونسكت نكمل بقية السؤال ليه جزئية تانية وأهم الخدمات التي يقدمها النظام المالي للإقتصاد أهم الخدمات التي يقدمها النظام المالي قلنا واحد الاعتمان اثنين الدفع تلاتة الادخار أربعة قلنا توفير النقود يبا السؤال الأول تكلمنا فيه عن ما هي المؤسسات المالية والخدمات اثنين تكلم باختصار عن أهم وظائف البنوك التجارية قلنا أهم وظائف البنوك التجارية لو نفتكر فيها مع بعض قلنا أول وظيفة للبنك التجاري البنك عمل إيه واحد قبول الودايع وفتح الحسابات اثنين قلنا خلق النقود اللي هي الودايع تلاتة خصم الأوراق التجارية أربعة بيع وشارع الأوراق المالية خمسة قلنا البنك بيقوم بعملية تمويل التجارة الخارجية ستة البنك بيقدم خدمات أخرى طب سؤال تلاتة أسكر أهم وظائف بنوك الاستثمار لو قلنا أهم وظائف بنوك الاستثمار هل لقى وظيفة بنوك الاستثمار هل البنك الاستثمار بياب الودايع قلنا لا البنك بيقوم بعملية التعامل في الأوراق المالية اثنين البنك بيقوم بوظيفة وكيل البنك بيقوم بوظيفة وكيل المكتتبين البنك بيقوم بوظيفة صانع السوق عشان يحقق التوازن في السوق سؤال أربعة أسكر أسباب انخفاض احتمال تدفق الأموال مباشرة بدون وجود مؤسسات مالية لو تفكروا كده احنا خدنا جزء قولنا في احتمال تدفق الأموال بدون وجود مؤسسات مالية وبوجود مؤسسات مالية هنا تخلي بالنا قال لي ايه بدون وجود مؤسسات مالية يبقى سؤالي خلي بالي بين بدون وجود ولا مع وجود مؤسسات مالية او مباشر ولا غير مباشر هنا قالي أسباب انخفاض احتمال تضفق الأموال مباشرة ماليش من غير مباشر بدون وجود مؤسسات مالية أقوله الأسباب دي ثلاث أسباب واحد تكاليف المعلومات اثنين تكاليف المعاملات ثلاثة السيولة ومخاطر تغيير الأسعار يبقى احنا عندنا واحد تكاليف المعلومات 2. تكاليف المعاملات 3. السيولة ومخاطر تغيير الأسعار سؤال 5 أذكر أنواع المؤسسات المالية الوسيطة أن المؤسسات المالية الوسيطة لو تفتكروا أن أربع مؤسسات مالية وسيطة 1. المؤسسات الإدعية 2. المؤسسات الاستثمارية 3. المؤسسات التعاقدية 4. مؤسسات سوق الأوراء المالية 6. ما هي أهم المخاطر التي تعرض لها المؤسسات المالية هنا أريد من المخاطر التي تعرض لها المؤسسات المالية لو نفتكر كده المخاطر قلنا مخاطر أول حاجة السيولة ومخاطر الاقتمان ومخاطر سعر الصرف ومخاطر سعر الفايدة ومخاطر الإفلاس ومخاطر العمليات ومخاطر التكنولوجية ومخاطر خارج الميزانية ومخاطر الأجنبية ده كان نوعية أسئلة خدناها مع بعض فيه على الفصل الأول كله هاولنا نعيد على بعض الأجزاء في الفصل الأول خدنا منها نوعية الأسئلة اللي ممكن تجي لأكمل خدنا نوعية أسئلة ممكن نجي لاختامة بين الأقواس وخدنا نوعية أسئلة مقالية والحلقة اللي فاتكنوا واخدين أسئلة صحة وغلط يبقى احنا كده غطينا الفصل الأول كله اللي هو فصل المؤسسات المالية وأنواع المؤسسات المالية الوسيطة وكده يبقى الفصل اول انتهى نخش مع بعض كده ونبدأ في الفصل التاني من منهج سوق الاراء المالية والفصل التاني هيكلمني على برصات الاراء المالية وزي اللي بنتعامل في البرصة وإيه اللي بيتم وزي أنا بشتر وزي ببيع وإيه اوامر الشر وامر البيع وإيه انواع البرصات عندي وزي طويرت البرصة وفي كام نوع فيها فنشوف مع بعض الاجزاء دي كلها ونبدأ مع بعض في الفصل التاني من مادة سوق الاراء المالية الفصل التالي بيكلمنا على برصات الأوراق المالية الفصل التالي يكلمنا على برصات الأوراق المالية يبقى أنا الفصل الأول يكلمنا على المؤسسات المالية الفصل التالي يكلمنا على برصة الأوراق المالية أول حاجة هزين نفهمها مع بعض قبل أن نبص ونشوف الأسئلة الموجودة فيها أو العناصر الموجودة فيها يعني إيه كلمة برصة أوراق مالية قلنا البرصة عندي لها تعرفين في لها مفهوم عام ومفهوم وفقا للقانون يبقى أنا أول حاجة أفهم من البورصة لها كم تعريف تعرفين تعريف الأول هو المفهوم العام للبورصة تعريف الثاني مفهومها وفقا للقانون لو بصينا كلا وحبانا تقول مع بعض أن البورصة بمفهومها العام هي سوء لتداول الأوراق المالية يبقى البورصة بمفهومها العام هي سوء لتداول الأوراق المالية يعني إيه تداول؟ يعني بنتم عملية البيع والشرة أنا شخص مستسمع بشرة أسهم بعد فترة ببيعها مش ببيعها من نفسي كلا أو ببيعها في أي مكان لا ببيعها من خلال سوق الأراء المالية من خلال بورسة الأراء المالية من خلال السمسار بتاعي أما السوق وأما البورسة وفقا للقانون قال لك اعتبرنا القانون قال يعتبر أن البورسة دي شخصية اعتبارية عامة وتخضع لأهلية معينة وتخضع لرقابة الحكومة يبقى لها أهلية وتخضع لرقابة الحكومة من خلال مندوب حكومة بيكون موجود متمثل فيه مندوب الحكومة يبقى البورسة كده أصبح لها كام تعريف اتنين مفهوم العام والمفهوم وفقا للقانون نبص مع بعض كده التعرفين ونشوف مفهوم البورصة يبقى مفهومها المفهوم العام اللي هي سوق لتداول الأوراء المالية وإتمام المعاملات بيعا وشراء بسهولة ويسر وفقا لقوانين ولوايح وإجراءات يبقى البورصة قولنا عليها هي مجد السؤراء المالية ما عليها هي البورصة يبقى هي سوق لتداول الأوراء المالية وبتم المعاملات بيع وشراء بسهولة ويسر فيش تعقيد في البيع ولا في الشراء مش معنى كلمة تتم البيع والشراء بسهولة ويسر وبمزاجي لا ده الكلام ده وفقا لقوانين ولوايح وإجراءات ده مفهوم البورصة المفهوم العام لها طب مفهومها وفقا للقانون قال لي وفقا للقانون نص القانون على اعتبار ان البورصة شخصية اعتبارية عامة وهنا عارفون الشخصية اما شخص طبيعي او اعتباري فالبورصة شخصية اعتبارية عامة تتولى ادارة اموالها ويكون لها اهلية التقادي وتخضع لرقابة حكومية مهمة اول حتة دي ان البورصة تخضع لرقابة حكومية متمثلة في مندوب الحكومة يعني مش معنى كده ان البورصة الشخصية مستقلة مع نفسها ملاجحة حكومة ملاجحة بيها لا تخضع لرقابة حكومية متمثلة في مندوب الحكومة يبقى ده الجزء الاول في الباب التاني اللي فهمنا فيه عن ايه مفهوم البورصة عندي ومفهومها قلنا فيه حاجتين اما فيه مفهوم عام او مفهوم وفقا للقانون وانفرق بين المفهومين طب مقاييسها ايه ما هي مقاييس فعالية البورصة قلت من مدر اهم مقاييس فعالية البورصة على عندي فيه تلات مقاييس لفعاليتها اول مقياس مقياس السرعة والدقة ومقياس الفعالية بمعنى ايه ان ما ينفعش انا عندي لو لاحظنا كده في شاشة من شاشات تداول اراء المالية على ايه الشاشة دي تدخلتها شوية على ايه في دقة وفيه سرعة وفيه فعالية يبقى انا من خلال النظرة بتاعت اللي انا بصيتها على شاشة تداول على اراء المالية دي فهمت مقاييس البورصة فلو بصينا كده مقاييس فعالية البورصة اول مقياس مقياس السرعة في المعاملات عشان اعمل عملية بيع وشارع مش ااخد وقت طويل على نفس ده في اقل من ثانية العملية بتتم مقياس الدقة نازم يقول والصحة مقياس الفعالية في رصد هو تسجيل البيانات والمعلومات يبقى البورصة فيها مقاييس ومقاييس فعاليتها ثلاث مقاييس مقياس السرعة في المعاملات مقياس الدقة مقياس الفعالية وقلت تخيل هنا من خلال لنا نظرة كده على شاشة العراء المالية على شاشة الاسهم ويطلع على نازل لو بتتم فيه عملية البيع والشراء على ايه فيه دقة وفيه سرعة وفيه فعالية يبقى ده الجزء التاني والسؤال بيجيلي في المتحاني يقول لي ايه ما مفهوم البورصة وفقا للقانون او مفهوم البورصة ويسكت مع توضيح اهم المقاييس اقول له مفهومها واقول له مقاييسها التلاتة ايه طيب لو حبينا كده نبص مع بعض ونشوف جزء مهم اوي هي زمان لو تخيلنا كده من ايام القدماء المصريين كده كان فيه حاجة اسمها بورصة قرن التمنتاشر والسبعتاشر والخمس عشر كان فيه الكلام ده ولا البورصة ابتدت امتى وزهرت امتى وايه اللي حصل عندي فيها علاية عندي ان البورصة عندي تعود كلمة بورصة الى القرن الخامس عشر الميلادي يبقى كلمة البورصة تعود الى القرن الكام الخامس عشر الميلادي ونفذت القرن ده كويس قوي عشان ممكن يجيلي في اختيار يجيلي في صحة وغلط يبقى تعود كلمة البورصة إلى القرن الكام الخامس عشر الميلادي. طب هل البوكسة في القرن الخامس عشر الميلادي كان زيه دلوقتي؟ قلنا لأ ده كان في القرن ده كان التجار بيجتمعوا مع بعض. إما يجتمعوا في فندوق أو يجتمعوا في مكان أو في الأول كانوا يجتمعوا في فندوق مع بعضه يعداء ويعملوا عملية تبادل البضايع اللي معاهم. ما كانش فيه بقى أسهم ولا كان فيه سكوك ولا كان فيه الكلام الموجود دلوقتي عندنا. لأ أصبح كان فيه ايه؟ كان التجار كلهم بيجتمعوا مع بعض في فندق في البداية كانت تجمعوا في فندق وكانت بيعملوا عملية تبادل البضايع بعد كان الموضوع يتوسع شوية بتدري تجمعوا في مقاهي وبتدري يحصل عملية التبادل طب هل مازال لغاية دلوقتي الكلام ده موجود قلنا لا ايه اللي حصل عندنا نبص مع بعض قال لي تعود كلمة برس الى القرن الخامس عشر الميلادي يبقى تعود الى القرن الكام الخامس عشر الميلادي حيث كان التجار يجتمعونا في فنادق او فندق من جميع المناطق لتبادل البضايع يعني انا جاي من هنا وهنا 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 نتبع في المكان ده طب ايه اللي حصل بقى اللي حصل في مصر ان في سنة الف وتسعمية صدر اول تشريع لتنظيم اعمال البورس خلي بالي من التاريخ ده قوي الف وتسعمية صدر اول تشريع معنى كلمة تشريع معنى قانون يبقى اول قانون صدر لتنظيم اعمال البورس صدر سنة الف وتسعمية اللي هو اول تشريع صدر سنة الف وتسعمية وتلاتة تم اختيار مبنى يكون مقر دائم يبقى انا في الف وتسعمية صدرت اول قانون لنظم اعمال البورس جيت في الف وتسعمية وتلاتة اخترت مبنى قلت هو ده المبنى اللي هيكون مقر دائم للبورس في سنة الف وتسعمية وعشرة صدرت اول لائحة للبورسة والكلام ده كان بالقاهرة وعام 1913 صدرت اول لائحة للبورسة في اسكندرية نحن عارفين البورسة عندنا في مصر واحدة في القاهرة واحدة في اسكندرية في يوليو سنة 1953 صدر قانون 323 بمن حسى مصر امتياز التعامل في الاراية المالية دون غيرهم يبقى انا كان تاريخي اللي عندي كده دول الاقي فيه خمس تاريخ هحفظهم الخمس تاريخ دور بقى عن ايه عندي 1900 1903 1910 1913 1953 يبقى تاني في عندي خمس تاريخ 1900 1903 1910 1913 1953 لو حبيت انا جاول لكم كده 1910 ايه اللي حصل تقول لي اه 1910 ده في مصر حصل ايه صدر اول تشريع لتنظيم اعمال البورس يعني ايه كلمة تشريع يعني قانون صدر اول قانون طب ما لما 1903 حصل ايه 1903 بعد ما حطينا قانون لتنظيم اعمال البورسة اخترنا مبنى يكون مقر دايم قلنا المبنى ده هو لا يكون مقر دايم للبورسة ده سنة كام 1903 انما 1110 ايه اللي حصل قلت 1110 تم وضع اول لائحة لتنظيم الاعمال في القاهرة طب 1113 وضع اول لائحة لتنظيم في اسكندرية انما في يوليو 1953 قلت ادينا لسه مصر حق الامتياز والتعامل في الاوراق المالية دون غيرهم يبقى انا كده اصبح عندي فهم تتطور التاريخ بتاع البورسة ايه يرجع للقرن الكام الخامس عشر ان كانوا التجار بيجتمعوا في فنادي ويبدلوا من كذا منطقة ويتبدلوا في عملية البضائع بعد كده صدر عندي في مصر التطور بتاعها من سنة 1900 لغاية 1953 ما دينا حق الامتياز وده اللي المنتزمين بيه في المنهج بتاعنا وفي الكتاب لو في ايه تاريخ تانية ده المنتزمين بيه ليه 1900 و1903 1910 1913 و1953 نشوف نقطة تانية ما هي انواع البورسات لو بصيت كده علي عندي انواع البورسات موجودة عندي في مجموعة انواع فيها اول حاجة البورسات الايه الامريكية وقلنا مع بعض ان البورسة الامريكية دي طبعا هي تحتل المركز الاول من ناحية التقدم في الاسواء المال لبا لو جال هنا سؤال صح وغلط وقال لي البورسة الاسيوية تحتل المركز الاول من ناحية التقدم في اسواء المال اقول له غلط لانها دي البورسات الايه الامريكية اتنين الاوروبية قلت الاوروبية طبعا منها بورسة لندن كلمة دي بورسة لندن والفرنسية والالمانية الإقصار البورسات الاوروبية والبره تتميز بصار حجمها البره البورسات الاسيوية قلت تحتل لا يحدد todos تحتل لي من بورستين توكيو وهونغ كونج المكنة الاولى بين البور증ات الاسيوية وده اللي أخبطني فيها يقول لي تحتل بورصة توكيو وهون كونج المكانة الأولى من ناحية التقدم أو المركز الأول من ناحية التقدم في سوق المال أقوله غلط من ناحية التقدم في سوق المال المركز الأول دي الأمريكية أما بورصة توكيو وهون كونج تحتل المركز الأولى بين البورصات الأسيوية البرورصات المصرية على إفانعين القاهرة والإسكندرية المصري على إفان وعين برص القهارة وبرص الإسكندرية ده اللي هي الأنواع بتاعة البرصات المالية يبقى احنا كده قلنا مع بعض في الفصل التاني في الفصل التاني واخدنا مع بعض يعني ايه برص العراق المالية واتكلمنا على تطورها واتكلمنا على أنواعها لو بصينا كده مع بعض في الفصل التاني الفصل التاني كلها يكلمنا على برص العراق المالية قلنا برص العراق المالية ليها مفهومين المفهوم العام لبرص العراق المالية وقلنا هي سوق تدول في العراق المالية بتتم فيها المبادلات بسهولة ويسر كان ده بيكون وفق إجراءات وقواعد وقوانين أما البرصة وفقا للقانون وفقا للقانون قلنا اعتبرنا أن البرصة شخصية اعتبارية عامة لها أهلية تخضع إرقابة حكومية متمثلة في مندوب الحكومة ولي بتيجا أسئلة صحة وغلط يقول لي تخضع البورصة القابعة الحكومية متمثلة في مندوب الحكومة يبقى الجملة صح بعد كده قلنا مقاييس فعالية البورصة قلنا تقاصل البورصة بثلاث مقاييس أول حاجة مقياس الدقة اثنين مقياس السرعة ثلاثة مقياس الفعالية بعدها تكلمنا على أنواع البورصات اللي موجودة عندي وتكلمنا على التطور التاريخي للبورصات لو بصنا كده التطور بيرجع للكام قلنا التطور ده بيرجع للقرن الخامس عشر الميلادي التطور بيرجع للقرن الخامس عشر الميلادي حيث كان التجار كانوا بيجتمعوا في فندق من جميع المناطق وبيعملوا عملية تبادل للبضايا اللي موجودة معهم وبعد كده الموضوع طبعا اصبحت على مقاهي وتطور الموضوع إنما احنا نخصينا في مصر في مصر إلا حصل في مصر اللي قلنا ابتدأت بداية تطور البورصة عندي كان سنة 1900 1900 تم وضع أول تشريع لتنظيم أعمال البورصة وقلنا تشريع معناها قانون بعدها في 1903 1903 اختارنا مبنى يكون مقر دايم بعدها تم وضع أول لائحة لتنظيم الأعمال للبورصة أنا عندي مكانين في البورصة قلنا فيه قاهرة في اسكندرية ف1910 كان في القاهرة 1913 كان في الاسكندرية بعد كده خدنا التاريخ اللي هو يوليو 1953 اللي دينا للسا مصر حق الامتياز في الأوراق المالية دون غيرهم بعدها اتكلمنا على حاجة مهمة وقلنا ما هي أنواعها قلنا أنواع البورصات في البورصة الأمريكية وهي تحتل المكان الأولى من حيث التقدم في سوق المال بعدها خدنا الأوروبية زي بورصة لندن والألمانية والألمانية التمايز بصور حجمها بعد كده خدنا البورصة الاستوائية وقلنا الاستوائية يعني إيه البورصة الاستوائية قلنا تحتل بورصة توكيو هون كونجو المكانة الأولى على المستوى البورصات الأسيوية ما تخبطش بين الأمريكية وبين الأسيوية بعد كده قلنا البورصات المصرية قلنا فيها حاجتين القاهرة وبرصة الاسكندرية ده الجزء اللي اخدناه في بورس الأرائي المالية بعدها هنتكلم على ازاي أنا كشخص مستثمر ببدأ أنفذ طلباتي وازاي أنا ببدأ أتعامل في سوق الأرائي المالية قلت بتعامل في سوق الأرائي المالية من خلال أوامع أنا كشخص عايز أتعامل في سوق الأرائي المالية ما بتعملش من نفسي بتعامل من خلال السمصار بتاعي والسمصار بتعامل منه من خلال أوامع فاخدنا قبل كده قلنا السمصار ده بيكون وسيط طب ازاي اللي بتعمل مع السمسار ده بتعمل مع السمسار اللي بتعمل من خلال الوامر في عندي امرين امر البيع و امر الشراء يبقى انا اوامر الورقة المالية في نوعين امر بيع و امر ايه امر الشراء طب يعني امر البيع و امر الشراء بلاي عندي نفسي لو جيت انا قلت ده جزء معين الورقة دي ده بيكون امر البيع عندي امر البيع مكتوب فيه اسم الورقة المالية مكتوب فيه اسمي عدد الأوراق اللي أنا عايزها والله أنا عايز ألف سهم عايز ألفين سهم اسم الورقة بتاعتي أو نوع السهم اللي أنا عايزه إيه على حسب الشركة أو على حسب البنك اللي أنا عايز فيه الأسهم دي الكمية بتاعتي كتبتها كتبت العدد بتاعي كتبت اسم الورقة بتاعتي كتبت اسمي كتبت التاريخ بتاعي أوقع تحت اللي أنا اللي عامل الأمر ده والتوقيع ده بيكون عندهم هم توقيع مطابق لي اللي أنا اللي عايز أبيع الأسهم بتاعتي دي نفس الامر ده اللي عملته في البيع بعمله في امر الشراء طبعا بيكون بلون مختلف امر البيع عن امر الشراء بيكون بلون مختلف بتاع الشراء بكتب فيه برضو اسمي واكتب فيه اسم الورقة اللي انا عايز اشيريها واكتب السعر اللي انا عايز اشير به واكتب فيها الكمية اللي انا عايزها واكتب التاريخ بتاعي وامضي يبقى انا كده اصبح عندي كم امرين اما امر بيع او امر شراء طب الامر ده تنفيذه بيكون قد ايه قال لي الامر ده لما بجأت بالتاريخ بتاعي تنفيذ الامر بيكون اما تنفيذ الصفقة بيكون لمدة يوم او لمدة اسبوع او لمدة شهر او امر مفتوح ازاي يا مصر تبطى بيكون لمدة يوم او لمدة شهر او لمدة مدة مفتوحة دلوقتي اما عملت الامر ده وكتبت عدد الاسهم اللي انا عايزها وسعر الاسهم والكلام اللي انا عايزه ده في السهم بتاعي الامر ده بخليه صالح لمدة يوم. يعني ايه المدة يوم؟ يعني النهارده 27 فانا عمز الامر ده وابلّغ السمس donor له الامر ده المدة يوم.Mi خلال اليوم ان السهم ده لو جاب السعر بتاعي يعني انا عايز السهم ب 10 جنيه وهو الشاشة السهم ب 11他說 له لو جاب سعر 10 جنيه الشر اليه الاساهم ده. فالسمسير بيتابع عملية التنفيذ. في حالك ما السهم بتاع يجيب العشرة جنيه ينفز الأمر به. طب في خلال اليوم ده السهم ما جابش العشرة جنيه خلاص ما بين japanese الامر بتاعي والامر بيكون لاغي يبقى انا كده اعمل امر لمدة يوم طب انا مش فاضي كل يوم اعمل امر كل يوم اعمل امر كل يوم اعمل امر فانا اعمل ايه اعمل امر لمدة اسبوع بدليل اه بمعنى ايه المدة اسبوع بمعنى ان انا عملت الامر النهاردة من يوم النهاردة للاسبوع الجاي زي النهاردة عوال حسب الاسبوع بتاعي بحدده في التاريخ ان خلال الاسبوع ده السهم بتاعي لو جاب العشرة جنيه ينفز لي. يعني السهم يشغل على الشاشة ب 11. وانا طالبه بعشر جنيه. عايز اشرب عشر جنيه. فانا بدي لسه مصير قمر شراء يشرب لي السهم بعشر جنيه في خلال اسبوع. يوم الحد ما جابش العشر. يستنى. يوم الاتنين ما جابش العشر. يستنى التلات. الاربع. الخميس لغاية نهاية الاسبوع ما يخلص. من حد الخميس. في خلال الاسبوع ده لو جاب العشر جنيه يجبهو لي ما جابش يبقى خلاص كده الامر بتاعت لغا. يبقى انا كده حددت امر لمدة يوم. او حددته لمدة اسبوع. ما انا ممكن احدد امر ده لمدة شهر. اللي نفس العملية برضو. ما هي يوم او اسبوع تحدد لشهر. او اخلي امر مفتوح. اقول له انت الامر معاك مفتوح اهو. بحيث لو جاب لي خلال المدة دي المبلغ ده هتهولي. نفس الكلام اللي بيتم على الشراء بيتم على ايه? على البيع. يبقى انا كده فهمت. امر البيع بتاعي بيتم ازاي? وامر الشراء بيتم ازاي? اه اما بيكون لمدة يوم او لمدة اسبوع او لمدة شهر او امر مفتوح. ونفس الكلام لي البيع ولي امر الشراء. اه هنفهم مع بعض طبعا ان شاء الله في الحلقة الجاية الاوامر دي بالتفصيل. وهنفهم ايه هي انواع الاستفقات المالية اللي انا بعملها. وايه هي قاعة التداول اللي بتداول فيها. وهنفهم كل حاجة خاصة بسوق الاراق المالية. وخاصة بالبورسة عندي. خدوا الموضوع كده كمعلومات عامة لينا. هنفهم المادة كويسة او ما فاش اي حاجة. وان شاء الله ربنا وفقكم. والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.